كذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون أصفرت جهود الوزارة في مجال الأمن العام خلال شهر عن تحقيق نتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 3433 عنصر إجراميا ومصرع سلاسة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 25 مدرية أمن وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح قتل مخدرات سرقة وضبط معهم 1472 قطع السلاح ناري أبرزها رشاش جرينوف و190 بندقية ألية و197 بندقية خرطوش وتسعة وستون مسدسا وألف واربعة عشر فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقاهلية وضميات وبرسعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 435 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4678 قطع السلاح ناري بحوزة 3975 متهما أبرزها رشاش 530 بندقية 395 بندقية ألية و224 مسدسا و3520 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة العيرة و511 خزينة إضافة ل6778 قطع السلاح أبيض كما تم ضبط 5 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط 30 تشكيلا عصابيا ضموا 104 متهما قاموا بارتكاب 166 حادث متنوع كما تم ضبط 535 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة وتم كشف عمود 332 حادث ما بين خطف وقتل وسرق بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجماري 526 متهما كما تم إعادة 24 سيارة مبلغ بسرقتها وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ مليونين و341 ألفا وأربعمائة وأربعة وسبعين حكما قضائيا من بينها تسعة ألاف ومائتان وثنان وثلاثون حكم جناية وسبعمائة وستة عشر ألفا ومائتان وثلاثة حكم حبس جزئي ومائة وسبعة وعشرون ألفا وثمانمائة وأربعة وثمانون حكم مستأنف ومليون ومائة وسبعة وخمسون ألفا ومائتان وسبعة وعشرون حكم غرامة وثلاثمائة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون حكم مخالفة